الصورة التالية ها هنا فإن العلماء يخشرون مع الأنبياء والقضاء يخشرون مع الملوك ولا بد للمؤمن ها هنا على قليل حتى يصل به إلى راحة تتباه هنا من صبر هذه التي بعدها هي صح انظر كأنها صاد كأنها صاد فقط هذا لحق ولذلك قلت لك أن اعتمادك على الكتب فقط لن يغني ولن يصل بك إلى نتيجة صحيحة في النهاية دائما هذه صاد ستجيش في الكتب أنها صح يكتبونها بهذه الطريقة أحيانا فهذه صح يكتبونها كأنها صاد في مثل هذا النموذج هنا أيضا نفس الأمر كتب ما يدل هنا وذكرتها هنا على أنه ما عاد إليها ها هنا بعدها هذه الإشارة التي يستخدمونها للإحالة على الهامش ثم كتب ما يدل ما يدل هذه التي بعدها صح دقيقة كما ترى ولا تظهر بشكل واضح كما اعتدم أحيانا يجعله يكتبون صح ثلاث مرات هكذا انظر ها هنا صح 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 وأحيانا ست مرات وأحيانا أكثر ليس لهذا معنى إلا التأكيد فقط ها هنا انظر وأخذ الشفر ليسبحه فقامت إليه ها هنا صحح هذه صحة كتب الميم والتأ فقامت فوقها وكتب هكذا مستصاد للإلحاق فأحيانا يلحقون حرف أو بعض الحروف فقط ليس يعني ليس دائما يلحقون كلمة كاملة طيب ننتقل إلى نمازج أخرى حتى لا يعني أسرخنا الوقت هنا نمازج على الضرب عن عائشة رضي الله عنها قالت فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عفا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فوقها بهذه الطريقة أحيانا الضرب يكون في منتصف الكلمة وأحيانا يلامس أطراف الكلمة من الأعلى هكذا لماذا ضرب على هذه الكلمة لأنه كررها أو هذه العبارة كتب بعدها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فكررها فألغاها بهذه الطريقة هنا أيضا شكل من أشكال الضرب فلا تغفل عن اختلاف الاصطلاح انظر ماذا فعل كتب الألف واللام والألف ثم كتب بقية الكلمة ثم كتبها مرة أخرى فضرب على ما في المنتصف المكرر الصاد والطاء واللام ألف والحال فهي للصلاح فهذا الضرب في منتصف الكلمة في منتصف الكلمة أحيانا يضربون بهذه الطريقة أنا بحاول ناكل نمازج سريعا لكي الوقت يعني لا يدرك ننظر هذا الشكل هذا الشكل يبين طريقة الضرب بالأشكال طريقة الضرب بالأشكال وليس بالخطوط هذا هو يأتون على عبارة ويأتون في أولها زائدة أو زائد وفي نهايتها إلى أو لا وفي نهايتها إلى أو من أو يضعون هذه العلام أو يضعون هذه الأقواس أو دائرتين سننظر على نموزجين فقط من هذه الأمور لنبين به الفكرة فقط وتوقف إمام الحرمين أما النهي بعد الوجوف فالجمهور للتحرين وقيل للكراهة وقيل للإباحة انظر الميم هنا فوق الكراهة وفوق للإباحة هو يقول لك العبارة الصحيحة في النسخة التي نقلت منها فالجمهور للتحرين وقيل للإباحة وقيل للكراهة ولكن أنا عكست هذا فعدل هذا الأمر بالميمات هذه أو هو عدل هذا الأمر بالميمات هذه فيقول لك عكس حين تنسخ تقول وقيل للإباحة وقيل للكراهة انظر في نموزج آخر انظر هنا يقول قوله وأما جوازه ألهاء هذه من الكريم دليل إلخ فيه أنه لم يقل أحب بوجوب إلى آخره طيب انظر ماذا وضع هنا خاء ميم انظر إلى الاشتباك حين اشتبكت مع الكلمات يقول لك القراءة الصحيحة وأما دليل جوازه وليس وأما جوازه دليل يقول لك بالخاء والميم هاتين اعكس كما قلنا في النماذج السابق انظر هنا يقول يمرقون من الدين وأمر في غير حديث بقتالهم يتكلم عن الخوارج وبين فضل من قتلهم أو قتله ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى انظر ماذا كتب هنا ميم ميم والميم الثانية أطول من الميم الأولى لماذا؟ لأن الميم الثانية ها هنا أضعى فوق كلمتين وهو يقول لك من المفترض أو الكتابة الصحيحة ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى وليس خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى نأتي إلى نماذج على علامات أخرى نعم نأتي إلى التطبيب و سننظر بعض التطبيب في نموذج على علامة أخرى وسنتفي لأن الوقت يعني داهمنا قلنا أن التطبيب أحيانا يكون الناسف يعني يرى أن ما أمامه محض خطأ لكنه ينقله من النسخة التي نقل منها كما هو طيب إيه نماذج على محض الخطأ الآيات أن يكون هناك خطأ في الآيات وليس هو في قراءة أخرى يقول هنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقل الحمد لله وسلام الذي لم يتخذ ولده طبعا وسلام هذه هي المفروض وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده لكن الناس اختداخل في ذهنه وقل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطف فوضع لك هذه الضاد هذه ضاد وانظر أنه لم يضع النقطة فرسمها هكذا ليبين لك أنها هنا خطأ في وسلام وسلام ها هنا وضع فوق أيضا آية لكن ها هنا تحتمل إن أوحينا إلك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله وكيلة كتب ها هنا صوابه شهيدة لو نظرت في المصحف ستجد بعد آيات يعني بعد عدة آيات وكيلة أيضا لكن الناس اخرجها هنا أنها هنا خطأ وأن الصواب شهيد ننظر في نموزة مخطوط آخر وننهي على ذلك إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله نمازج على خفة على خفة ومعا ها هنا انظر قال كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندلي فيه أيدينا كأنه يعني خاف أن تقرأ ندلي بالتشديد هكذا فكتب خفة فوقها هكذا وطبعا على الناسخ أو المقابل إن كان يعمل في مكان أو ينسخ لأحد أن ينبه على هذا حتى لا يتصرف فيه المصحح اللغوي بعد ذلك لأنه لن ينتبه لأن قد يكون لغويا صحيح لكن هو يريد أن يثبت شيئا معينا في النسخة التي نقل منها فينبغي الانتباه لهذا نعم ها هنا فلان عن فلان عن الوليد ابن انظر هنا كتب زروان وفوق الفتح هذه السكون زروان وكتب معا ها هنا زروان وزروان ليقول لك هي في النسخة التي نقلت منها هكذا معا بالضبطين وأن هذا ليس خطأ مني نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله كان معي نمازج أخرى لكن الوقت يعني انتهى وأرجو أن يكون في هذا العرض يعني بعض فائدة الإخوة والأخوات وسانكون على الإطالة جزاكم شكرا جزيلا نستاذ أحمد على هذه جزاكم معا يعني الجوالة السريعة المركزة سريعة جدا أيها على يعني تقاليد النساخة العربية بعض اللمحات المهمة وكما ذكرت الأمر يحتاج إلى جلسات وجلسات ويعني هدوء وروية لكن هذه المجرد إعطاء فكرة عامة عن ما هو أنا أردت أن أوضح أن الأمر ليس سهلا وأن الأمر يحتاج إلى يعني إعمال ذهن وإمعان نظر هذا هو الهدف الأول يعني صحيح وصبر وهدوء ووقت صحيح ورق الله فيك طيب إحنا إن شاء الله في أسئلة في نهاية الجلسة أو لو في أي حد برضو عنده أسئلة يضعها في الخاصة بزوم يضفها حتى لو كانت قديما في بعض الأسئلة لكن الشيء الخاص فقط بالجلستين دي بالجلسة الأستاذ أحمد بن بوحي اللي تمت والجلسة التالية الدكتور معز دريدي فقط الأشياء المتصلة مما ذكروه ويذكروه يعني إن شاء الله بحيث نستطيع نجيب عن أكثر الأسئلة ولو في أي هناك استفسارات أخرى لم يجب عليها رجاء توجيه الأشياء يعني ذات الصلة إلى بريد الإلكتروني المكتبة قطر الوطنية المكتبة التراثية الذي وضعناه ونضعه لكم لاحقا إن شاء الله وهناك أيضا استبيان يعني هذه الفعالية اليوم وضعنا رابطه نرجو إضافته أو يعني ملئه وكتابته إن شاء الله الآن مع يعني محاضرة النهائية ومسك الختام لهذا اليوم الدراسي مع الزميل الدكتور معز دريدي ويحدثنا عن المجموعة الأرشيفية بمكتبة قطر الوطنية ومقدمة في قراءة الوثائق الشرعية شكرا